صدقت لجنة الوزرية الإسرائيلية للتشريع في اجتماعها الأسبوعية الذي عقد البارحة على مشروع قانون تقدمت به وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريكيف بشأن ما أسمته الولاء في الثقافة وفق التعديل المقترح قد تتعرض أي مؤسسة ثقافية للتغريم في حال تم التحريد على العنف أو إنكار قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية في اجتماع عقدته بالأمس صادقت اللجنة الوزرية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون جديد تحت مسمى الولاء في الثقافة مشروع القانون تقدمت به وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريكيف والذي يمنحها صلاحية المس بميزانية المؤسسات الثقافية وفق التعديل المقترح تتعرض أي مؤسسة ثقافية للتغريم في حال تم التحريض على العنف أو الإرهاب أو إنكار قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو إحياء ذكرى النكبة وبنود أخرى وفق التعديل الجديد ريكيف تريد أن تفرد عمليا مضمين برأيه مضمين يمينية تعكس أيضا الديولوجية اليمينية لهذه الحكومة ومن ناحية أخرى تريد أن تقمع أي صوت نقدي وإبداع في البلاد يكون ناقد لهذه الحكومة ناقد مثلا لسياسات الاحتلال وناقد للسياسات العامة لهذه الحكومة المستشار القضائي للحكومة أوضح أن مشروع القانون يثير صعوبات قانونية حقيقية لكنه أكد أنه في حال تم تقديم أي التماس لمحكمة العدل العليا فإنه سيدافع عن القانون من جهة أخرى أوضحت لجنة الاستشارة القانونية والتي يرأسها المدعي العام للدولة شاينيتسان أن القانون يمس بحرية التعبير عن الرأي ويردع المنتجين عن إنتاج أفلام ثقافية وفنية وأوضحت اللجنة أن القانون يعطي راقف سلطة إغلاق المؤسسات الثقافية الحقوق والميزانيات وحرية التعبير عن الرأي أصبحت ترتبط بمسألة الولاء والانتماء هكذا دخلت السياسة مصرح الثقافة في إسرائيل ترجمة نانسي قنقر